إلى تونس حيث قرر الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر نقابة عالمية في تونس يوم الاثنين وقف إضراب المعلمين الذي استمر لمدة أسبوع في كامل أرجاء البلاد ومنذ يوم الثلاثاء الماضي يخوض معلم التعليم الإعدادي والثانوي إضرابا عن العمل في جميع أنحاء تونس للمطالبة بزيادة الأجور وتمكينهم من التقاعد الاختياري في سن 55 عام بدلا من 60 عام إضافة إلى تطوير المدارس الحكومية ويعمل في تونس نحو 77 ألفا و 260 مدرسا في المرحلتين الإعدادية والثانوية فيما يبلغ عدد التلاميذ نحو 950 ألف